الإرادة تدعم نتائج أعمال شركة ناقلات قطر لنقل الغاز على المستوى السنوي والربعي كذلك بينما العمومية توافق على التوزيعات النقدية بـ 14% من رأس المال هذه الشركة التي تمتلك أسطول يزيد عن 73 ناقلة للغاز الطبيعي المسال حول العالم ماذا تحمل قائمة البيانات المالية للشركة بنهاية العام الماضي لدينا صافي الأرباح ارتفع بـ 8.13 النقطة المئوية عند المليار و 560 مليون ريال وذلك بدعم من تحسن أسعار الشحن وإرادات الودائع بينما أرباح الربع الرابع كانت ضمن التوقعات والمتوسطات مرتفعة بـ 21% إلى 368 مليون ريال في باقي قائمة بيانات الدخل الموحد لدينا إجمال الإرادات ارتفع بـ 5.17 النقطة المئوية إلى 4 مليار و 560 مليون ريال لكن من دعم هذه الربحية وهذه الإرادات نقطتين أساسيتين الأولى تتعلق بزيادة إرادات السفن إلى 3 مليار و 560 مليون ريال أما النقطة الثانية هي ارتفاع إرادات الفوائد بشكل كبير في العام الماضي إلى 221 مليون ريال في بقية القائمة الخاصة ببيانات الدخل والمركز المالي والمؤشرات المالية لدينا أصول الشركة تراجعت بـ 17 النقطة المئوية عند 32 مليار ريال في حين المطلوبات كذلك هي الأخرى تراجعت بـ 25% عند 19 مليار و 900 مليون ريال بخصوص المطلوبات تقريبا لدينا مليارين و 700 مليون ريال قطري هي مطلوبات متدولة خلال عام واحد في بقية البيانات لدينا القروض تراجعت بـ 16 و 14 النقطة عند 17 مليار و 600 مليون ريال بينما حقوق المساهمين كانت على ارتفاعات عند 7 في 100 و 12 مليار و 300 مليون ريال ماذا عن بقية المؤشرات المالية للشركة؟ العائد على قيمة الأصول كان عند الـ 14 و 19 النقطة العائد على حقوق المساهمين كذلك عند الـ 12 و 17 في 100 بينما في بقية القائمة الخاصة بالمركز المالي المكرر الربحي عند 13 مرة لكن ربما الأهم الذي كان بموافقة العمومية الخاصة بالشركة هو الموافقة على التوزيعات النقدية التي كانت عند الـ 14% من رأس المال وعند الـ 776 مليون ريال قطري نشير إلى أن ناقلات تقريبا تمثل 13% من سوق نقل الغاز الطبيعي المسال عالميا